كرم صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز كرم المعلمين والمعلمات الفائزين والفائزات بجائزة جدة والأخي نقول المعلمات والمعلمين الفائزات والفائزين نقدم النساء طبعا بجائزة جدة للمعلم المتميز الخامسة ولي كانت تحت شعار كلنا نقدرك وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعات الملك عبد العزيز بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى للحديث حول هذا الموضوع ينضمن من استيديوهاتنا في جدة الفائز بالمركز الأول في جائزة جدة للمعلم المتميز الأستاذ أحمد حياو أستاذ أحمد ألف مبروك فوزك بهالجائزة نبارك لك هذا الاستحقاق كعادة برنامج يهلة يحتفي بالمتميزين والمتميزات من أبناء الوطن في كل المجالات حدثنا عن هالجائزة قصتك معها الخطوات لأهلتك أنك تفوز بها أهلا وسهلا نساء الخالد سعيد أن يكون معك في هذا البرنامج شكرا لك الله يعطيك العافية أولا أبارك لجميع أخواني المتسابقين في جائزة جدة للمعلم المتميز كلنا نقدرك وأحمد الله سبحانه وتعالى حصولي على المركز الأول للصفوف الأولية وبالنسبة للجائزة هي مسابقة مجتمعية مقدمة من أهالي جدة تقدم للمعلم نحن في نسختها الخامس الحمد لله المجتمع يقدر المعلم في بادرة جميلة من أهالي جدة دخلت عليها المسابقة ولها معايير معينة حاولنا تطبيقها والله الحمد وحصلت على المركز الأول وش المعايير اللي من خلالها نلت هذا الاستحقاق فوزك بالجائزة؟ لها عدة معايير لها ستة معايير ولها حوالي خمسة واربعين مؤشرات موجودة في موقع جائزة جدا للمعلم المتميز كلنا نقدرك يحصل عليها المعلم أو المعلمة الراغب في المشاركة ويحاول تحقيقها بطريقة إبداعية مع أبناء الطلاب في داخل الصف ويقدم على المسابقة والحمد لله يعني السنة هذه كان في إضافة جديدة من الجائزة هو رفع الملفات أكترونيا والتحقيق في الملفات المتقدمة يكون بشكل أكتروني ولله الحمد أصبح الأمر سهل وميسر طيب بحكم خبرتك تجربتك في مجال التعليم وتقديرك بنيلك هذا الأسحقات الفوز بجهزة جدا المعلم المتميز ما الرسالة يتوجهها زمالاءك المعلمين يعني إيش هي العوامل يتساعد المعلم أنه يتميز في تاديه تواجبه على أكمل وجه ما المطلوب كذلك من المجتمع تجاه المعلم سيد خالد خيرا نبدأ مثلا من الفقرة الأخيرة المطلوب من المجتمع المعلم المعلم يحتاج من المجتمع تقدير يحتاج تقدير المعلم لا أكثر لو وجد المعلم أن المجتمع المحيط فيه يقدره يشكره يعني يقدر عمله المقدم فالمعلم العلم أساس أساس البناء أساس النماء الملك فيصل الله يرحمه قال لو لم أكن ملكا لكنت معلما فالمعلم النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم للبشرية فالمعلم أساس في نهضة الأمم فلو وجد المعلم تقدير المجتمع تقدير من حوله تقدير المسؤولين يبدأ ويتألق أيضا عوامل النجاح أو عوامل التمييز العمل في داخل المدارس إما للمعلمين أو المعلمات العمل بروح الفريق الواحد العمل تحت إدارة واعية تهيئ العمل الإبداعي روح العمل التعاوني في داخل المدرسة أيضا بيئة العمل المحفزة للمعلم تقديم حوافز مادية تقديم حوافز معنوية تقديم الشكر تقديم التقدير إما للطلاب أو للمعلمين أو للمعلمات هذا له دور كبير جدا في الناتج النهائي والمحصرة النهائية أنا أشكرك الحقيقة وبارك لك فوزك بهذه الجازة أستاذ أحمد وأتمنى الحقيقة أن تكون محفز لك كذلك ولي زملاء المهنة المعلمين الفضلاء أن تحفزهم على العطاء أكثر والإخلاص لليها المهنة يعني أنا أنت تكلمت عن جزية جدا مهمة أنه يجب من المجتمع أن يقدر المعلم أنا أقول ليس فقط المجتمع يعني حتى في إعطاء المعلم حقوقه من قبل وزارة التعليم والاهتمام بالمعلم كرأس حربة للعملية التعليمية وبذلك يتمنى الاهتمام بالمعلم أكثر في توفير كثير من الحقوق اللي يستحقها مو بس يعني التجربة السابقة تأمين تعاوني اختياري للموظفين لا معلمين يعني هم يستحقون أكثر وأكثر فلكن في شيء مهم بعد أنا ودي أتحدث عن واجب المعلم هالجزية أنا ودي أشعر أن المعلم يحس وهو قاعد يؤدي هذا النمي بوظيفة بقدر ما هي أنت صاحب رسالة تنمي وتربي أجيال قد يبنون هذا الوطن ويكون لك أثر عليهم كيف الشعور يمكن أن تولد والإحساس عند المعلم أستاذ خالد فعلا مثل ما تفضلت لن ينجح المعلم في أداء مهنته إذا رأى أنه هو مجرد وظيفة فقط فالمعلم صاحب رسالة أرأيت أنفسه أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقوله التعامل مع الأبناء أن يعامل المعلم طلابه كأبناءه فإذا أحبك الطالب تقبل منك أي معلومة فلن يحبك الطالب إلا إذا عملته مثل ما تعامل أبناءك في المنزل إذا كان المعلم يرى أن العمل في وظيفة التعليم مجرد وظيفة عليه أن يترك التعليم الآن لا يصنح في هذه المهنة إلا إذا كان يرى أن مهنة هذه رسالة ورسالة سامية ويراقب الله سبحانه وتعالى فيها وأن على يتخرج من تحت يديه أمة تبني هذا الوطن أمة تبني هذا المجتمع الكبير الذي نحن فيه فلابد أن يراعي أنه يشكل ركن قوي جدا في بناء نهضة هذه الأمة شكرا لك وألف مبروك مرة أخر لك سيد أحمد حياء الفائز بالمركز الأول في جائزة جدة للمعلم المتميز التي هي بادرة مجتمعية أثناء ما تبنتها الجائزة وزارة التعليم التي تبناها مجتمع جدة وسوها الجائزة وهنا يأتي التكاملية أنه حتى المجتمع المدني حتى المجتمع يجب أن يساهم كذلك أتمنى هذه التجربة تتبنى حتى الوزارة وتعممها بعد كذلك على كل إدارات التعليم في كل مناطق المملكة لأنها أثر إيجابي في تحفيز المعلم وعلى الأقل يعرف المعلم له قيمة واعتبار